اليوم إن شاء الله نشرح موضوع المفعول المطلق القاعدة أولا المفعول المطلق اسم منصوب يذكر بعد الفعل ويكون من لفظه ومجتملا على حروفه يعني المفعول المطلق اسم منصوب لما نعربه نقول مفعول مطلق منصوب ما يصر أقول مفعول مطلق مرفوع أو مفعول مطلق مجرور أو مجزوم خطأ مفعول مطلق منصوب يذكر بعد الفعل يعني لازم بالبداية يجين فعل وطبعا المفعول المطلق يكون من لفظ الفعل ومجتملا على حروف الفعل خلي نوضح هذا التعريف بالتفصيل منطينا أمثلة الكتاب النص الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلم الله موسى تكليما صدق الله العظيم الفعل هو كلمه طبعا هذا فعل ماضي لأنه من زمان رب العالمين كلم النبي موسى عليه السلام متمام تكليما هو المفعول المطلق خلي نوضح شلون أنه المفعول المطلق من لفظ الفعل ومجتملا على حروفه شوفوا الفعل هو كلمه متمام؟ المفعول المطلق هو تكليما فإذا نلاحظ الفعل مكون من ثلاث حروف الكاف واللام والميم متمام؟ المفعول المطلق يحتوي على كل هذه الحروف شوفوا الكاف موجود اللام موجود الميم موجود لهذا السبب ذكرنا بالتعريف أنه المفعول المطلق يكون من لفظ الفعل ومجتملا على حروفه خلينا أخذ الناس الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ورتل القرآن ترتيله صدق الله العظيم عندنا الفعل هو رتل فعل أمر والمفعول المطلق هو ترتيله متمام؟ فنلاحظ بالبداية إيجان الفعل وبعدين إيجان المفعول المطلق وطبعا هذا المفعول المطلق هو من نفس لفظ الفعل ومجتملا على حروفه شلون؟ فنلاحظ عندنا الفعل رتل مكون من ثلاث حروف اللي هم الراء والتاء واللام متمام؟ ترتيله هو مفعول مطلق موجود بحرف الراء وموجود بحرف التاء وأيضا موجود بحرف اللام فالمفعول المطلق يكون من لفظ الفعل ومجتملا على حروفه ومعنى الترتيل هو قراءة القرآن بصورة منظمة ومرتبة ومنظمة إذن؟ خلينا أخذ النص الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبدر تبذيرا صدق الله العظيم تبدر هو الفعل وتبذيرا هو المفعول المطلق وطبعا نلاحظ بالبداية إيجان الفعل تبدر وبعدين إيجان المفعول المطلق متمام؟ تبذيرا هو من نفس لفظ الفعل ومجتملا على حروفه فنلاحظ الفعل تبدر مكون من أربع حروف اللي هي التاء والباء والدال والراء متمام؟ هذه الحروف كلهم موجودين بالمفعول المطلق اللي هو تبذيرا التاء موجودة والباء موجود والدال موجود والراء أيضا زين؟ فهذا هو معنى أن المفعول المطلق يكون من لفظ الفعل ومجتملا على حروفه ثانيا ألف يجيء المفعول المطلق لتوكيد الفعل مثل مثل فهمت الدرس فهما با أو لبيان نوعه مثل صبرت صبرا جميلا جيم أو لبيان عدده مثل دقت الساعة دقتين شوفوا بالنسبة للنقطة الثانية يقولنا المفعول المطلق يجينا بثلاث حالات إما لتوكيد الفعل أو لبيان نوع الفعل أو لبيان عدد مرات حدوث الفعل خلي نوضحهم ثلاثتهم بالتفصيل أأكد لكم بأني فهمت الدرس إذن أنا أأكد لكم أن الخبر انتشار زين فهذا هو معنى لتوكيد الفعل انتشار هو فعل ماضي وهذا المفعول المطلق انتشار فنلاحظ أن المفعول المطلق انتشار هو من نفس لفظ الفعل ويحتوي على حروفه مو تمام زين إذن نريد نعرف هذه الجملة انتشار هو فعل ماضي مبني على الفتح مو اس انتشار الخبر لا من زمان شنو اللي انتشار الخبر إذن الخبر وفعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره انتشار هو مفعول مطلق منصوب لتوكيد الفعل لازم نذكر هذه العبارة لتوكيد الفعل أو لبيان نوع الفعل أو لبيان عدد مرات الفعل زين فنعرف انتشار هو مفعول مطلق منصوب لتوكيد الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره خلينا نسخلكم الإعراب فهذا هو الإعراب الكامل لهذه الجملة انتشار فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره الخبر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره انتشار مفعول مطلق منصوب لتوكيد الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذا تنوين الفتح أو الفتحة اثنين هم نفس العمل مثال آخر آمن العراقيون بالوحدة إيمانة إذن أنا أأكد لكم أن العراقيون آمنوا بالوحدة زين؟ ونلفعل آمنة المفعول المطلق هو إيمانة فنلاحظ المفعول المطلق إيمانة هو من لفظ الفعل ومجتملا على حروف الفعل آمنة متمان؟ يعني حرف الألف والميم والنون كلهم موجودين بالمفعول المطلق زين؟ نريد نعرف هذه الجملة آمنة هو فعل ماضي مبني على الفتح موسى آمن العراقيون لا من زمان من الذي آمن بالوحدة؟ العراقيون إذن العراقيون فعل مرفع علامة رفعه الواو هذه الواو لأنه جامع مذكر سالم بالوحدة الباء هو حرف جر شلون نعرف أنه هذه الباء هي حرف جر؟ إذا نحذفها من الكلمة تبقى الكلمة محافظة على معناها ما يختل المعنى يعني إذا أحذفها تبقى عندي كلمة الوحدة واضح المعنى متمام؟ ما أختل معنى الكلمة لكن إذا أقلكم مثلا بغداد إذا أجي أحذف هذه الباء إذا أحذفها شيبقى عندي أغداد شنو معناها؟ أختل معنى الكلمة إذن هذه الباء هي باء أصلية من أصل الكلمة زيان مو حرف جر لكن الباء اللي موجودة بكلمة بالوحدة هذه لا هذه حرف جر شلون عرفنا أنه هذه الباء هي حرف جر؟ لما نحذفها تبقى عندي كلمة الوحدة زيان ما يختل المعنى؟ إذا ما يختل عندي المعنى إذن هذه الباء هي حرف جر لكن إذا أحدفها ويختل المعنى خلأ نطيكم مثال سريع بشرا هذه الباء إذا أحدفها شفق عندي شرا شنو معناها ما إلها أي معنى إذن الكلمة تفككت واختل المعنى فهذه الباء هي باء أصلية من أصل الكلمة مو حرف جار زين فإراء الباء حرف جر والوحدة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره طبعا هؤلاء الطلاب يسألوني يقولوا ليست ليش تقولين في آخره ليش مو على آخره شفوا حبايبي على معناها فوق يعني لما أقول وضعت الكتاب على الطاولة يعني فوق الطاولة العصفور على الشجرة يعني فوق الشجرة حسنا إذا نلاحظ هذه الكسرة الكسرة ما موجودة فوق الحرف موجودة أسفل الحرف مو تمام فما يصر أقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره على يعني فوقه والكسرة موجودة تحت الحرف فعندي هنا خيارين لو أقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لو أقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره زين إيمانا هو مفعول مطلق منصوب لتوكيد الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره فهذا الإعراب الكامل للجملة آمنة فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره العراقيون فاعل مرفوع علامة رفعه الوال لأنه جمع مذكر سالم بالوحدة ألبا حرف جر والوحدة اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره إيمانا مفعول مطلق منصوب لتوكيد الفعل لازم نذكر هذه العبارة لأنه المفعول المطلق يجينا بثلاث حالات إما لتوكيد الفعل أو لبيان نوع الفعل أو لبيان عدد مرات الفعل فهذه الحالة الأولى لتوكيد الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بعد ما كملنا شرح الحالة الأولى لنتقل لشرح الحالة الثانية لبيان نوع الفعل مثلا نجح الطالب نجاحا باهرة يعني نجاحا رائعة باهر يعني رائع نلاحظ هذه الجملة الفعل هو نجاحا والمفعول المطلق هو نجاحا متمام؟ فالمفعول المطلق إجانا من نفس لفظ الفعل ومجتملا على حروف الفعل نجاحا متمام؟ زين شنو معنى المفعول المطلق يجيني لبيان نوع الفعل؟ يعني ينطين صفة لهذا المفعول المطلق صفة هذا النجاح شنو؟ ظاهر يعني نجاح رائع زين؟ فينطين صفة للمفعول المطلق فإذا نريد نعرف الجملة نجاحا هو فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره من الذي نجاح؟ الطالب إذن الطالب فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره نجاحا هو مفعول مطلق منصوب لبيان نوع الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ظاهرة هو صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها أو إذا ترجون تقولون نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر منصوب لبيان نوع الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذه الفتحة أو تنوين الفتحة اثنين هم نفس العمل زين شو نصفت هذا النجاح بأنه باهر أي نجاح رائع فباهرة هي صفة منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها هذه الفتحة فتلاحظون صفة النجاح بأنه باهر هذا هو معنى لبيان نوع الفعل خليني أخذ مثال ثاني مثلاً لون الطفل اللوحة تلوين جميلة إذن لاحظ الفعل هو لونة مكون من ثلاث حروف اللام والوال والنون متمان هذه الحروف كلها موجودة بالمفعول المطلق اللي هو تلوينة لهذا السبب ذكرنا بالتعريف أنه المفعول المطلق يكون من لفظ الفعل لونة تلوينة تلاحظون شو نصفت هذا التلوين؟ جميلة متمان إذن وصفلنا هذا التلوين بأنه تلوين جميل هس طالب منكم يسأل يقول سيد يصير بالجملة نفس هيجيني مفعول به مفعول مطلق؟ أقلكم أي يصير؟ والدليل هذه الجملة اللي موجودة أمامكم لونة هو فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره من الذي لونة اللوحة؟ الطفل إذن الطفل فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الطفل لون ماذا؟ لون اللوحة إذن اللوحة هو مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تلوينا هو مفعول مطلق منصوب لبيان نوع الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره جميلة لون نقول صفة منصوبة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لون نقول نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره اثنين منصح تردون تكتبون صفة أو تردون تكتبون نعت نفس الشيء زين يعني المفعول المطلق هذا لما ينطيني وراء صفهم بهالحالة إجاني لبياني نوع الفعل زين فخلي أنسخلكم إعراب هذه الجملة فإعراب الجملة كاملا لون فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره هذه الفتحة لأن الطفل من زمان لون اللوحة موهسة زين من الذي لون اللوحة؟ الطفل إذن الطفل فاعل مرفوع علامة رفعه الظاهرة على آخره هذه الظاهرة الطفل لون ماذا؟ لون اللوحة إذن اللوحة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره آخره هذه الفتحة تلوينا هو مفعول مطلق منصوب لبيان نوع الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذه تلوين الفتحة أو الفتحة اثنين هم نفس العمل جميلة صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها هذه الفتحة أو تقدرون تقولون نعت منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نفس الشيء بعد ما كملنا شرح النقطة الثانية ننتقل لشرح النقطة الثالثة قد يأتي المفعول المطلق لبيان عدد مرات الفعل خليني شرح هذه النقطة بالتفصيل مثلا هذه الجملة قرأت سعاد القصة قراءتين الفعل هو قرأت والمفعول المطلق هو قراءتين تلاحظون قرأت قراءتين سعاد كم مرة قرأت القصة؟ قراءتين من عدد مرات الفعل؟ يوضح أن عدد المرات زين فقرأه هو فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة هذه التاء وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب من التي قرأت القصة؟ شعاد إذن شعاد فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره شعاد قرأت ماذا؟ قرأت القصة إذن القصة هو مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره قراءتين هو مفعول مطلق منصوب لبيان عدد مرات الفعل لازم نذكر هذه العبارة وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى هذه الياء فتلاحظون المفعول المطلق هنا يدل على عدد خلي أنسخ لكم الإعراب فهذا هو إعراب الجملة قرأت قرأه هو فعل ماضي مبني على الفتحة باتصاله بتاء التأنيث الساكنة هذه تاء التأنيث الي تدل على الفاعل المؤنث فتلاحظون هنا الفاعل سعاد إذن سعاد هي مؤنث متمام؟ وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب يعني ما نعرفها فاعل أو مفعول بها أو أي شيء لا ما لها أي محل إعرابي مجرد تدل على أنه الفاعل مؤنث زين؟ من التي قرأت القصة؟ سعاد إذن سعاد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره هذه الضم سعاد قرأت ماذا؟ قرأت القصة إذن القصة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذه الفتحة قراءتين هو مفعول مطلق منصوب لبيان عدد مرات الفعل يعني كم مرة قرأت القصة؟ مرتين فلما نجي نعرف المفعول المطلق نقول مفعول مطلق منصوب لبيان عدد مرات الفعل وعلامة نصبه الياء هذه الياء لأنه مثنى زيادة زيادة